تتواصل في تركيا أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين تحت إنقاذ المنازل المدمرة جراء زلزال الذي أصفر عن وفاة أكثر من 2379 شخصاً وإصابة أكثر من 14 ألفاً آخرين وأقلت السلطات التركية أن زلزال أصفر كذلك عن انهيار نحو 5000 مبنى ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيرة القتلى لديهم ترجمة نانسي قنقر